محمد يسأل عليه عمولة الدينار اللي تأخذ فيها البطاقة هذه فيها شكالة محمد لا يشكال فيها البطاقة رأي الان هذه تبع من اللي نحط فيها في المكينة المكينة تبع شركة والشركة هذه تحتاج إلى عمولة شركة مثلا فاتك شيء فلوسك انت عندك فلوس في البطاقة قتلك اني نسحب فلوسك عن طريق هذه المكينة نبي دينار لا يشكال فيها فيها شيء يشكال ان شاء الله وليست من قبيل السلف والياذع نحن الآن محتجون إلى أن يفرق الناس ما بين التاجر اللي يعطيك من عنده أقل وياخد منك أكتر هذا ربا وما بين مصرف وشركة تخرج لك أموالك ثم تأخذ عمولة على الإخراج فهذا لا شيء فيه